مباحثات بين الرئيس السيسي ووزير الخارجيات الصيني وتوافق بين القاهرة وبكين على تطوير البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر مدبولي يبحث وتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقع الزراعية وتأمين احتياجات البلاد من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية امين عام حلف النيتو يعيد بتزويد اوكرانيا بمزيد من الاسلحة الثقيلة في المستقبل القريب السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريني نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في اطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون النموذجي بين الجانبين في شدة المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجيات الصيني تشين جانجا وخلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وجه الرئيس السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي التابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد شين جانجا وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان سيد الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر طالبا سيادته نقل تحياته الى رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينج ومؤكدا حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في اطار الشاركة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ذل المسار الممتد من التعاون والتنصيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات فضلا عن الاداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية من جانبه نقل وزير الخارجية الصيني الى سيد الرئيس تحيات رئيس شين جين بينج معربا عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت ومشيرا الى ما تكونه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظلي دورها المحوري كراكزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الاوسط ومركز ثقل العالم العربي والقرة الافريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للسيد الرئيس مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار الاقليميين ذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراضا لافاق تعزيز اوجه التعاون السنائي بين البلدين حيث اكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والانشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق كما حرس وزير الخارجية الصينية على الاستماع الى تقديرات السيد الرئيس بشأن تطورات الاوضاع الاقليمية وقضايا المنطقة حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر السابت لاستعادة امن واستقرار الدول التي تعاني من ازمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الارهاب الذي يعتبر اداة لتدمير الدول كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الاساسي بمختلف محاورها وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والسابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة علميا وثقافيا ومعرفيا كما وجه السيد الرئيس بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما تعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنبية إلى جانب المهن الحرفية أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضح جازي استعرض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة خاصة دعم الكوادر البشرية من المعلمين وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم وتأهيل مدري المدارس فضلا عن تطوير المناهج في المراحل الدراسية المختلفة كما عرض سيد وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لتطوير منظومة المدارس وإنشاء مدارس جديدة على مستوى الجمهورية خاصة سلسلة مدارس مصر المتميزة التي تعمل بنظام اليوم الكامل إلى جانب المدارس الرسمية الدولية IPS وعددها 20 على مستوى المحافظات وكذلك مدارس النيل وخطة الوزارة لتسويق شهداتها داخليا وخارجيا بالتنصيق مع الهيئات الأكاديمية العالمية المتخصصة في منح الاعتمادات ذات الصلة التي ستقوم بدورها بتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهذه المدارس فضلا عن المدارس المصرية اليابانية وإنشاء المزيد منها وفقا لمعايير الاعتماد اليابانية التي تقوم على تقديم التعليم متكامل الجوانب بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمساهمة في تقديم تعليم فني راق ومتطور ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل للسروة البشرية التي تزخر بها مصر وكذلك يفتح مجالات العمل الخارجية أمام الخارجين المتميزين من تلك المدارس واطلع السيد الرئيس كذلك على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع كل من مدريات التربية والتعليم المختلفة وكذا مبادرت حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري حيث وجه سيادته بقيام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات أكد وزير الخارجية سامح شكري عنق علاقات التعاون التي تربط مصر والصين في شتى المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري مع نظيره الصيني تشينجانج في ختام مباحثاتهما بالقاهرة تم خلال اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدي البلدين وبتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الصديقين العلاقة المصرية الثنية هي علاقة ضربة في عمق التاريخ البلدين لهم حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية وتقام هذه العلاقات على مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما من جانبها أكد وزير الخارجية الصينية تشينجانج سعي البلدين لتعزيز العلاقات التونية مشيرا إلى عمل الشركات الصينية على دفع الجهود التنموية في مصر سبب جذري لتفاقم الأوضاع الفلسطينية وإسرائيلية يرجع إلى تعثر مفاوضات السلام وعدم تنفيذ حال الدولتين ويجب على المجتمع الدولي زيادة شعور بإلحاق ووضع هذه القضية في مقدمة إيجادة الأعمال ودفع المفاوضات السلام بين الجانبين وتعامل مع قضية الوضع النهائي لقدس وإيجاد حال عادل وعادل وعاجز لقضية فلسطينية على أساس حال الدولتين ويجب على دول الكبرى ذات وزن تحامل المسؤولية مطلوبة نحن نشيد إيشادة عالية بدور المصري مهم في دعم قضية فلسطينية عادلة ونحرس على تعزيز تواصل وتنسيق مع جانب مصري لبدل جهود دعوبة من أجل إيجاد حال عادل وعاجز للقضية الفلسطينية ترتبط مصر والصين بعلاقات متميزة عبر عقود طويلة جسدت تقاربا في وجهات النظر حيال معظم القضايا محل الاهتمام المشترك وخلال السنوات الأخيرة تضافرت جهود التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات حيث تعد الصين أحد أكبر شركاء التجاريين لمصر على مدى عقود طويلة تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة وتنتهج القاهرة وبكين السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم بالإضافة للدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفاهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر الزيارة واللقاءات الرئاسية المتبادلة كانت عنوان التقارب في وجهات النظر بين القادة حيث شهدت اللقاءات المختلفة بين الرئيس السيسي ونظيره الصينية تشي جين بينغ التطرق لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اللقاءات الثنائية أثبتت توافق الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف ولسيما في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف مع بدل كل ما يلزم من جهود للتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليفا استراتيجيا مهما حيث تقوم العلاقات الثنائية على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين ولدى الشركات الصينية والمصرية العديد من الفرص للدخول في شركات من أجل التصنيع الذي سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى نحو ثلاثة مليارات مستهلك وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 9.8% خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2021 حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 12.7 مليار دولار في 2022 بينما سجلت 11.9 مليار دولار في 2021 هذا وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط أقامت تبادلا دبلوماسيا مع الصين في العصر الحديث منذ عام 1928 وفي أول ستمبر عام 1935 افتتحت الصين أول قنصلية لها في منطقة الشرق الأوسط في القاهرة وتعد مصر أيضا أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بالصين الجديدة جمهورية الصين الشعبية في 30 مايو عام 1956 أعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة مباحثة مع وزير الخارجية الصينية شينجانجا وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال زيارته لها تركزت المناقشات على تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني بشتى مجالاته ولسيام التشاور السياسي بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك هذا وتأتي زيارة وزير الخارجية الصينية للجامعة العربية في إطار متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الصينية التي استضافتها السعودية وكذلك متابعة تنفيذ برامج الشراكة والتعاون في إطار منتدى التعاون العربية الصينية بمختلف قطاعاته عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشر رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع ياتي في إطار متابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية سعيا لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية هذا وتناول الاجتماع الجهود المفذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية وما يتعلق باحتياجاتها المائية والتركيب المحصولي الملائم أهلا رمضان ولكن احنا بدينه قبل رمضانه تقريبا بتلات شهور وحيستمر لغاية نهاية شهر رمضان يعني احنا بنتكلم النهاردة هو احنا موجودين في منتصف يناير يعني رمضان حيبقى أكتر فضله لسه أكتر من شهرين شهرين ونص وحنستمر أيضا شهر طوال شهر رمضان كله بالكامل أهم شيء ان النهاردة احنا انا اتأكدت من توافر كل السلع وهنا انا بتكلم على السلع اللي موجودة في أي منفذ لجاري في أي حتة على مستوى جمهورية ونفس المستوى والنوعية من البضايع اللي موجودة في أي منفذ أو هايبر أو سوبر ماركت موجود أهم شيء من خلال هذه المنافذ ان احنا بنعمل نسب تخفيض بتبدأ من يمكن 15 أو 20% واتصل في بعض المنتجات لغاية 50% وأنا بأكد هي هي نفس السلع اللي المواطن حيلاقيها موجودة بعد كده في أي سوفر ماركت أو أي محل تجاري بيبيع والأهم يمكن وده أنا بوجه الشكر الحقيقة لاتحاد الغرف التجارية إن هذه كميات البضايع اللي هتبقى موجودة عمرها إن شاء الله ما حاطل قص من هنا لغاية انتهاء هذه الشوادر أو المنافذ مع نهاية شهر رمضان حجم السلع كله متوافر بأي كميات يعني كلها هتبقى موجودة على مدار الساعة وأهم شيء زي ما قلت لحضراتكم ويمكن زي ما وعدنا هتبقى هذه المنافذ فيها كل السلع أعلى مستوى السلع بنسخ بتخفيضات كبيرة جدا حيلمسها المواطن عشان يبقى فعلا متوفرة رؤي البضاعة بالسعر المناسب والعادل ليه وأقل بكثير جدا من المنافذ الخاصة الأخرى اللي هتبقى موجودة النموذج ده إن شاء الله موجود على مستوى الجمهورية في كل المحافظات ومرة أخرى الحقيقة أنا بنتهز الفرصة إن أنا أوجه الشكر طبعا لكل الزملاء العراضين اللي موجودين لأنهم فعلا يعني أوفوا بما وعدوا بيه لما قعدنا معاهم ومع اتحاد الغرف التجارية على مدار الفترات السابقة وكان هناك يعني التزام ووعد منهم إن حيدبروا هذه السلع بالنسب التخفيضات الكبيرة اللي إن شاء الله يلمسها المواطن وزي ما قلت لحضراتكم ده جزء من جهد الدولة كلها بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص عشان نوفر هذه السلع بالكامل لمدة أكتر تقترب من أربع شهور لكل الأسر المصرية هتبقى بالأسعار اللي هتلمسوها بتخفيضات كبيرة جدا بإذن الله عشان تعمل التوازن في السوق أنا تأكدت النهاردة كل السلع الرئيسية اللي كان بين ألف وقت ملاوقات في نقص منها الحمد لله متواجدة بوفرة كاملة وموجودة وكل المواطنين إن شاء الله حيلمسوا هذا الموضوع وكل السنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله بعودة دايما وربنا يعيد علينا هذه الأيام المباركة دايما بالخير واليوم والباركة شكرا تابعنا مع حضراتكم افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمعرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة في إطار جهود ومساعي الدولة لتوفير وطرح السلع بتخفيضات مناسبة للمواطنين تابعنا أيضا كلمة رئيس مجلس الوزراء والتي أكد فيها أن هذه المعارض وهذه الشوادر ستظل تفتح أبوابها حتى نهاية شهر رمضان المعظم المعظم كل عام وحضراتكم بخير وأكد أيضا في إطار كلمته أن التخفيضات تصل على السلع الاستراتيجية من 15% وحتى 50% على بعض الأصناف هذه الأصناف التي تتوفر وأكد رئيس الوزراء على أنه تابع بنفسه توفر هذه السلع الاستراتيجية إلى أن تنتهي هذه الشوادر وهذه المعارض من مهمتها في نهاية شهر رمضان الكريم وأكد أن هذه الأسعار أقل من مثيلتها في المعارض الخاصة الموجودة وأكد أيضا أنها متوافرة وموجودة في كل محافظات الجمهورية هذا وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرمية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج لجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة وسبعة وخمسين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق أربع وعشرين مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم مئة وسبعين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط تسعين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع خمسمائة واسنتين وثلاثين قطع السلاح ناري أبرزها ست واربعون بندقية واربعون بندقية آلية واثنان وعشرون مسدسان واربعمائة واربعة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة واربعون خزينة إضافة لألف ومائتين وست وتسعين قطع السلاح أبيضة كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع بضبط سمانية تشكيلات عصابية ضمت 24 متهما قاموا بارتكاب 33 حادث سرق متنوع وتم كشف عموض 38 حادث ما بين حارق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 49 متهما وتم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2056 قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالية 2259 متهما من بينها أكثر من 1595.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 3597.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قاربت 141 كيلو جرام وضبط ما يزيد عن 34.5 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى أزيد من 78.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 28324 قرص مؤثر و 17137 قرصة رامدول مخدر وعدد 1010 قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 156 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خمسة ملاكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 65 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 536 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 286 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيد من السعر الرسمي تم ضبطه 237 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبطه 15 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبطه 427 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير متابق للمواصفات يتوجه وزير الخارجية رئيس المؤتمر المناخ كوب 27 سامح شكري اليوم إلى الإمارات حيث يشارك في فعاليات قمة أسبوع أبي ضبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكري سيلقي الضوء خلال الحدث على ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 من نتائج همة ومتوازنة تسهم في تعزيز عمل المناخ الدولية على شتى الأصعدة وسبل البناء عليها في إطار الإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر لمؤتمر قمة المناخ كوب 28 والتي من المقرر أن تصدفها دولة الإمارات العربية الشقيقة نهاية العام الجاري ومن المقرر أيضا أن يلتقي شكري على هامش الحدث بنظرائه من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بعمل المناخ الدولي لتشاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا تغير المناخ في ضوء مخرجات مؤتمر شرم الشيخ فضلا عن إجراء عدد من الحوارات الإعلامية مع وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية المشاركة بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد مع رئيس كوريا الجنوية يونت شوكشول فرص تنمية تعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات وقال بن زايد أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة تمتد إلى أكثر من أربعين عاما وارثقت إلى شراكة استراتيجية خاصة خلال عام 2018 وعشر بن زايد إلى أحد أهم المشروعات التنموية الاستراتيجية وأحد الأسس القوية للشراكة التي تجمع البلدين وهو مشروع إنتاج الطاقة النوية السلمية في محطات براكة أعرب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن أمله في أن يجمع الاتفاق الإطاري شمل السودانيين مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يصب في مصلحة كل سودانيين دون إقصاء لأحد داعيا جميع السياسيين للانشغال بترتيب صفوفهم وحنحاول نصلحها ونخليها تكون هي الطريق الآمن ليس الطريق الفيه شوك والله داري نخليه طريق آمن ينقل السودان وينفز به إلى بر الأمان نحن أيضا في هذا المقام يجب أن نحيي شركائنا الإقليميين والدولين يظلوا واقفين معنا نحن نقول والله ما في زول بيجبرنا عشان نعمل حياة والله في زول بيغصبنا عشان نعمل حياة ما تسمع سفارة ولا غيرها ولا شيطان رجيم ما في نحن دالينه بنسويه ونحن دال ونحن الصحيح الناس بيقولوا ما في في خطوط حمراء يا إخوان وفي سوابت ما في زول بيتخطاها ولا في زول بيتعداها ونحن كلنا وطنيين وجزء كبير من أخواننا السياسيين ووطنيين عارفين حدود الوطن وعارفين حدود سيادته إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث تعهد أمين عامحل في شمال الأطلنطي يانس سلتنبرج بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب واشدد سلتنبرج على ضرورة الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الحلفاء لتعزيز الدعم المقدم إلى أوكرانيا ويأتي ذلك فيما تواصل دول أعضاء بحلف الناتو وأخرى بالاتحاد الأوروبي تقديم أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدته على مواجهة روسيا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الصاروخية المكتفة التي استهدفت نظام الإدارة العسكرية لأوكرانيا ومواقع التاقة المرتبطة بها أصابت كل المواقع المحددة لها وحققت أهدافها وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية وصلت تطوير هجومها على محور دونسك بعد السيطرة على مدينة سوليدار في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة بخموت مشيرا إلى القضاء على ثمانين جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين خلال الاشتباكات أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دينيترو بيتروفوسك بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم ثلاث مرات بالقذائف والمدفعية الثقيلة وأوضحت الإدارة العسكرية أن القصف الروسي للمنطقة أدى إلى إصابة ثلاث بلدات حيث تم إطلاق أكثر من عشرين قديفة عليها مشيرة إلى أن خط كهرباء متصل بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية في مارهانيتس تعرض لأضرار نتيجة القصف مما تسبب في حرمان أكثر من ستين ألف أسرى من المياه أعلن مسؤول أوكراني ارتفاع حصيلة قتل هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة دينيبرو إلى واحد وعشرين شخصا وأضاف المسؤول الأوكراني أن خمسة وثلاثين شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين مشيرا إلى إصابة ثلاثة وسبعين آخرين فيما تعمل فرق الإنقاذ جاهدة للبحث عن ناجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال أكثر من نصف الأسر في اليابان إن ظروفهم المعيشية ساءت وذلك وفق استطلع للرأي أجره بنك اليابان المركزية وتسارع معدل التدخم في اليابان مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزيدة للأسر وهو ما يبقى البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياساته التوسعية وأفدت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن معدل التدخم الأساسي ارتفع بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوية حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغدائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التدخم أظهرت بيانات رسمية قفزة في التدخم السنوي بالأرجنتين ليسجل حوالي 95% بنهاية ديسمبر 2022 وهي أعلى وطيرة تدخم منذ عام 1991 جاء ارتفاع الأسعار بقيادة مجموعات المطاعم والفنادق والمشروبات والتبغة حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بنحو 7% هذا ورفع المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة العام الماضي إلى 75% في محاولة لجبح جماح التدخم المتزايد تكشف الصين بعد غد الثلاثاء عن معدل نموها لعام 2022 والذي من المفترض أن يكون الأضعف خلال أربعة عقود بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبا على النشوط الاقتصادية ويتوقع الخبراء نمو الإجمالي الناتج الداخلي للتاني أكبر اقتصاد في العالم بمعادل 72% ما يمثل أبطأ وطيرة منذ الانكماش في عام 1976 وشهدت صادرات الصين في ديسمبر الماضي أكبر تراجع منذ بداية تفشي وباء كورونا بينما سجل الاستهلاك خفاضا كبيرا في نوفمبر وطباط الاستثمار ارتفع متوسط التدخم في السعودية لعام 2022 بمقدار 2.5% مقارنة مع متوصفة 2021 هذا وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.2% وأسعار الخضروات بنسبة 4.8% وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التدخم السنوي كذلك ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.8% متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السادسة مستمرة وتتابعون فيها إصابة 70 شرطيا ألمانيا في صدامات مع محتجين على توسيع من جمفح من غربي البلاد أعلنت شرطة الألمانية إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح في صدامات مع ألف المحتجين المعارضين لتوسيع من جمفح من غربي البلاد وتظاهر حوالي 15 ألف شخص وفق ما أعلنته الشرطة من بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرغ ضد توسيع منجم الفحمة والذي سيؤدي وفق الناشطين إلى تدمير قرية لوتسيرات في حوض الراين من جاربها تعتبر الحكومة توسيع المنجم ضروريا لأمن الطاقة في ألمانيا كونه يعود جزءا من الغزروسي الذي تم تخلي عنه وهو سبب يرفضه المعارضون باسم مكافحة الوقود الأحفورية وأشارت أبرز النتائج لاستطلاع إلى أن خدمة استخراج شهادات الميلاد جاءت في مقدمة أفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال عام 2022 بنسبة 12.1% تليها كل من خدمة طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بنسبة 9% وخدمة الشهر العقري المميكنة بنسبة 7.4% عقدت تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين ورشة عمل حول ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصرية ضمن نقاشات الحوار الوطني تناولت الورشة عددا من المحاور من بينها الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق وتأثير ذلك على المجتمع بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية ودور المؤسسات المختلفة وبالأخص الدينية للحد من المشكلة كما شهدت الورشة طرح عدد من التوصيات التي من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبو رمات جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم خلال القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 232 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء 17 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وأجريت جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجانة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء توقيع الكشف الطبية على 1679 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان في قرية بن أبو صير مركز سمنود كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطن وقيام كلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ افتتحت محافظة الفيوم معرض أهلا رمضان لبيع السلع والمواد الغذائية ومسلزمات الشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومدرية التموين والتجارة الداخلية بمدينة أبشواي وشملت أقسام المعرض المختلفة مختلفة السلع الغذائية الأساسية ومسلزمات شهر رمضان حيث يأتي ذلك في إطار تكلفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق وفي محافظة التقاهلية تم افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% وقال محافظة التقاهلية أيمان مختار إنه جار افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان داخل المحافظة في أماكن مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية موجها بضرورة التنسيق بين مدرية التموين وجميع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية ورقابة على الأسعار ومتابعتها المستمرة داخل الأسواق في إطار توجهات القيادة السياسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة والنهار دا يمكن احنا بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومع مدرية التموين ومع صندوق المشروعات الصغيرة المتوسطة عاملين معارض من إحدى أكبر سبع معارض إن شاء الله يتعامل في محافظة داهلية وزي ما حاكم شايفين في كل المنتجات المتوفرة الأنواع والكميات والتخفضات من 25% وإن شاء الله يبقى فتحة خيرة على أبناء الداهلية وعلى مصر كلها إن شاء الله بنوفر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 25% حتى 30% عندي مثلا على سبيل المثال الرز بيبدأ من 14 جنيه لحد أقصى 18 جنيه عندي اللحمة إن شاء الله الكيلو 130 جنيه متوفر معنا في المعارض فجميع السلع عندنا متوفرة تخفضات ومستمرين معنا المعارض إن شاء الله حتى نهاية شهر رمضان كما افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات للمواطنين بتخفضات تصل إلى 20% وتفقد المحافظ أقصام المعرض واستمع إلى أراء عدد من المواطنين وشدد على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق طوال فترة عمل المعرض حتى نهاية شهر رمضان تبقى التوجهات القادة السلسية بفتح المنافذ ومعارض وبعداد أكبر لتوفيج السلع للمواطنين يمكن نقول أن المعرض السدادة معهد أهلا رمضان بفتحه النهاردة يمكن يجيب بذي عن معاده ولكن تبقى التوجهات أن يكون من الآن وإن شاء الله يستمر معالغات رمضان وبعد رمضان نحن شاهدين المعرض الحمد لله من خلال التعاون ما بين مدين التومين المطروح وغرفة تجارية وتجار الجملة نحن شاهدين المعرض الحمد لله في جميع أنواع السلع المتوفية تماما لا يوجد سلع عندنا مش موجودة خالص كل متوفر موجود من زيوت من بيض من جبن من ألبان من بهارات من كل السلع الموجودة في جميع أنواحها وإذا ما نشاهدين حالتكم الأسعار يقدم كل الناس موجودة وعلى عيون كل المشاهدين من أبناء مواطنين معنا الأسعار فعلا مناسبة وكأن الأسعار داخل هذه المعارض بتقلع مسئلتها خارج البرنا من 20% لتأتي في المية المعرض بتقدم أسعار مخفضة للمواطنين وعندنا في مطروح خمس سلاسل موزعة في جميع أنواح المدينة وعندنا في خارج مطروح مجموعة من السلاسل موزعة في ممدن السلوم وبراني وسيوة والدبعة والحمام الهدف من هذه المعارض هو تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والحمد لله الأسعار في المعارض أسعار كويسة جدا ومتناول المواطن افتتح رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود انقل لنا فعليات المعرض أهم السلع المعروضة ونسب التخفيضات لديك أهلا بك إيمان وأهلا بيوسف وبكل السادة المشاهدين بالفعل نتواجد بمعرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة هذا المعرض الذي غادر منه منذ قليل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد افتتاحه والتأكيد على أن هذا المعرض يأتي للتخفيف عن المواطنين هذا المعرض جاء مبكرا قبل شهر رمضان بثلاثة أشهر تنفيذة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين كل السلع تتواجد هنا داخل هذا المعرض بتخفيضات تبدأ من 20 إلى 25 و30 بالمئة وهناك بعض السلع يصل بها التخفيضات إلى نسبة 50 بالمئة هذا المعرض يقام على مساحة 2000 متر مربع ويشارك فيه ما يقرب من 60 عارض من خلال 180 يشارك كل الشركات المختلفة تشارك في هذا المعرض وتقدم كل التخفيضات السلع الأساسية سواء بنتحدث عن الأرز أو عن الزيت أو السكر كل هذه المنتجات الأساسية تتواجد بالإضافة أيضا إلى منتجات اللحوم والأسماك والدواجن والألبان فكل هذه السلع تتواجد داخل هذا المعرض وهو يخدم قطاع كبير جدا في منطقة فصل ومنذ انطلاق أو منذ أن غادر رئيس مجلس الوزراء المعرض بدأ التوافد بعدد كبير جدا من المواطنين على هذا المعرض للاستفادة بالطبع من التخفيضات الموجودة داخل محافظة الجيزة هذا المعرض يأتي ضمن خطة وجود خمسة معارض حتى نهاية هذا الشهر ومستهدف خلال الشهر القادم الوصول إلى 15 معرضا داخل محافظة الجيزة هذا المعرض كما تحدثنا يخدم قطاع كبير من المواطنين هذا بالإضافة أيضا إلى التزامن مع إقامة معرض أهلا رمضان بكل المحافظات ما لا يقل عن خمسة معارض في كل محافظة وأيضا بالتزامن مع السيارات المتنقلة التي ستكون في كل القرى وكل النجوع للوصول إلى المواطنين وتقديم السلع بكميات كبيرة وبتخفضات مناسبة هذا أيضا بالإضافة كما تحدث وزير التموين منذ قليل أنه بجانب المجمعات الاستهلاكية الموجودة التابعة لوزارة التموين سيكون هناك مكان مخصص لمعرض أهلا رمضان لتقديم كل السلع المتاحة بتخفضات مناسبة هذا المعرض الذي نتحدث فيه يفتح أبوابه للجمهور من التاسع صباحا حتى الحادية عشر مساء حتى نهاية شهر الرمضان الكريم لتقديم كل المنتجات الجذائية ومستلزمات شهر الرمضان للمواطنين بكميات كبيرة وبتخفضات كما تحدثنا يعني الصورة كما تتضح الآن من خلف إقبال كبير على كل المنتجات سواء بنتحدث عن اللحوم أو الدواجن أو الأسماك فبالتالي سيكون هناك استفادة كبيرة وكما تحدث الدكتور مصطفى مدبوله هناك خطة موسعة لتوافر كل السلع بأسعار مخفضة تصل على بعض السلع وبعض المنتجات إلى 50% كما تحدثنا فبالتالي فرصة كبيرة جدا لكل المواطنين في منطقة فيصل وهي رسالة طمأنينة كبيرة جدا من قبل وزير التموين ودولة رئيس مجلس الوزراء بطمأنة المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة كل في منطقته يسأل عن معرض أهلا رمضان لأن هذا المعرض سيغطي كل المناطق على مستوى الجمهورية للوصول لكل المواطنين بتقديم كل السلع الجذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة كما تحدث رئيس مجلس الوزراء فبالتالي أهلا رمضان يقدم كل هذه الفرص وكل هذه التخفضات للمواطنين في منطقة فيصل وفي كل المحافظات هذه هي الصورة من داخل معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل عودة إليكم مرة تلوخ أشكرك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل والآن مشاهدينا نتحاول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال الجولة الاقتصادية ورجائي رمزي إليك رجائيك شكرا يوسف شكرا إيمان مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أعلنت شركة المصرية القابضة للغازات الطبعية إيجاز عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط وذلك بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شافرون وشركة عيئيني وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهم من الغاز في البئر الاستكشافية نرجس واحد وذلك على بعض حوالي 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء أكدت شركة أنه جار حاليا تقييم التقديرات للإحتياطيات بهذا الكشف الذي يعد الأول لشركة شافرون في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق في العام 2020 وتهدف إيجاس إلى العمل مع شركة شافرون وشركة للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج في أسرع وقت ممكن أعرب وزير البترول طارق المل عن ثقته في قدرة قطاع البترول والغاز على مواصلة رحلة التحول الرقمي من أجل تحقيق الستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع وهي السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة وخلال كلمته في مائدة مستديرة تحت عنوان مستقبل التقدم الرقمي في صناعة البترول والغاز أوضح الملان التحول الرقمي كبرنامج هو جزء هام في إدارة وتشغيل برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز شاركت مصر ممثلة في وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمية ضمن قمة أسبوع بوظبي للإستدامة 2023 والمنعقد خلال الفترة من 14 إلى 19 من إناير الجاري بدولة الإمارات وخلال كلمتها ركزت الوزيرات على مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي الذي أثبتت فاعلية العمل متعدد الأطراف خرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض كما شرحت الوزيرة ما قام به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص إضافة إلى الشباب والمرأة إلى البرصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع للمشارات ذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1.258.000.000 جنيه ذلك وسط تداولات بلغت نحو 1.800.000.000 جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.6% ليغلق عند مستوى 15.561 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.18% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة فيما صعد أيضا مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 1.94% ليغلق عند مستوى 4.274 نقطة أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع في تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة بلغت 0.16% كما انخفضت المؤشرات الرئيسية لبرصة الكويت إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.25% أما المؤشر العام فتراجع بنسبة بلغت 0.24% أما في قطر تراجع مؤشر الأسهم بنسبة بلغت 0.26% فيما صعد معشر الأسهم في البحرين بنسبة هامشية بلغت 0.8% في المئة مدبولي يبحث تحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين احتياجات البلاد من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأمين العام لحلف الناتو يعد بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلاحة التقيلة في المستقبل القريب ختموا نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة ودومكم في أمان الله اشتركوا في القناة